هلأ لما يتزامن حتى بلش هيك ملخص لحتى الناس يعني اللي بدو يعرف يعرف من البداية بس يجي كاميرون ووزير خارجي ما بعرف شو اسمه للفرنسي على لبنان أو شو اسمه ما بعرف اللي بس يجو هادا كأنو عم بيذاكرونها بسايكس بيكو انتداب وحدود يعني كيف مسائبي عم بيحكوا الجماعة عن الحدود بدو يعملوا الأبراج على الحدود مثل الأبراج اللي على حدودنا مع أخوتنا وأهلنا بسوريا بدون يحطوا أبراج شان يمنعوا ما بعرف شو بس الكاميريات اللي بدون يحطوها عدود إسرائيلي حطوا كاميريات لعنه وهن البريطانيين كاميريين يحطوا كاميريات لعنه يعني بعد فيه حدا ما حط كاميرا على الحدود لعنه ولا نحن فيها نطلع لعنده هون بدنا َ نشوف كيف فإذا هن متفقين وين بدأت تطل الكاميرا بعتقد البرج ما في مشكلة إذا بين عمل ويعني عندهم مشكلة صارت بالأبراج على المسلس الحدودي هناك شو بدهم يعملوا أبراج هون يوجعوا رأسهم بس شو المشكلة يعني أنت عم تنتقد الأبراج بس شو المشكلة إذا كانت هيدا الفكرة تحمي لا الأبراج منيحة في 12 برج منيح بس هاي الأبراج مش زابطة معهم يعني الفورمول مش زابطة لأنه ليفصلوها عن ما يجري في غزة بدهم يفصلوها عن موضوع الاستيطان واللاجئين نعم ولغيوا الأنروا واعترفوا بيعني بريطانيين تحديدا هن من أساس والأمريكيين المشاركين بالأنروا من ممولين يعني وكالة الغوص يلي هي بتعترف بحق شعب الفلسطيني أو شي بأرضه وبالتالي تعتبره لاجئ خارج أرضه ويجب مساعدته لما تلغيه يعني انتفت صفة اللجوء وبالتالي راحوا بالتجاه الآخر ليعلنوا أنه لا نحن مع حل الدولتين وأن يجب أن يكون لشعب الفلسطيني دولة هلأ طبعا ما قالوا وين ما قالوا أي حدود بالمقابل اجا الجانب الإسرائيلي اللي هو كعادو عم بيتصاعد عنده اليمين المتطرف والصهيونية الدينية عندهم عم ترتفع اجوا عملوا مؤتمر نهار الأحد بالإدس بمشاركة وزرية وأحزاب وكلهم نحكي عن يجب أن يعود الاستيطان إلى غزة يجب أن نوسع الاستيطان في يهودة والسامرة وكأنهم عم بيجوا يقولون طيب وين بك تحت الشعب الفلسطيني يبقى ببلدين الشتات يعني هذه الخلاصة أوكي فإذا خلونا يكفوا بالسياسة اللي متابعينا اليوم الشعب اللبناني من سنة إلى هلأ رايح أكتر من 200 ألف لبناني غادروا خلونا يكفوا هيك وبالتالي صلنا فهمينين شو عم بصير مين عم بيشتري الأرض مين عم بيستوطن لبنان نازح ولاجئ وبالتالي تغير الديموغرافية من هلأ إلى عشر سنين في شخص واحد بيضل باللبنان هو المقاومة والباقي الشعب اللي لاح يضل مش اللبناني سيناريو خطيرة عم تحكي فيه وإن كان طبعا المقاومة معزولة لحالة ما معها شعب هلأت هلأت بتكون ربحنا على الحدود خسرنا جوا هلأ طبعا في سبق وهون أبقى إذا نحكي فيه هلأ في عنا سبق من هلأ لآخر الشهر كرميل أي واحد بينفجر قبل الحدود ولا داخل الحدود شو يعني الحدود أو داخل الحدود يعني بلأك رايح الأمور لانفجار التهديدات الإسرائيلية تنفذ ولا تبقى بإطار رفع الثقوف ماشي مسارين المفاوضات وضعوا شروط لإلى وضعوا نقاط لإلى صحيح وهذه النقاط عم مات وكاميرون أبلغوا للرئيس بره معنى مهلة معينة ما نحكي عن مهل لأنه دايما المتهم أنه بسمت وريخ أنا حكي عن أربع شباط ما بعد أربع شباط نحن اليوم يعني اتنين شباط وبهالي المناسبة نحن كمان بدي عيد اللبنانيين والمسيحيين خصوصا بدخول سيدنا يسوى المسيح للهيكل طيب وكلنا بنعرف أهمية هذا الموضوع طيب نحن بعد يومين في حدث ما سيحدث إما أن تنجح مجلس الحرب في إسرائيل أن يوافق أو ربما تنهار الحكومة حكومة العدول الإسرائيلي تفشل المفاوضات تستمر المعركة في غزة وربما انتفاضة تالتة نحن على قاب كوسين مننا في الضفة السؤال لماذا حتى هذه اللحظة جبهة القدس يعني ما زلت تحت السيطرة خليني سميها يعني بصير عنا ثلاث جبهات في الداخل إذا صار هذا الانهيار وبالتالي في مهلة نعطي ملح والتاريخة أسبوع القادم هل يبدأ الأمريكي بالتصعيد إقليميا ردا على ضربة الأردن ضربة اللي صارت على المسالسة من شان هيك قلتلك لعبة الأبراج أو بالتزامن مع يبدأ العدو الإسرائيلي بعملية عسكرية بس على الأكيد ضمن هذه المهلة الجيش الإسرائيلي يعيد تنظيم نفسه هو يطلب شيء اسمه الكرو الفر استراتيجية الكرو الفر أنه يستخدمها لإنهاك المقاومة وبالتالي ما طبقه على حماس في غزة سيطبكه على المقاومة في لبنان أف حلا كيف شيء آخر أوكي خلينا نجزي هذا المشهد بس ماشي مسارين مفاوضات واضح جدا واضح جدا وضغط عسكري ضمن لعبة الكرو الفر يعني اغذيالات ضرب بالنقاط بالعمل ممتاز بس اليوم إذا بدنا نقرأ شوي الوضع الإقليمي تنوصل نسقطه على المشهد الحدودي بلبنان اليوم لا إيران من الواضح من التصريحات ومن الأفعال والتصرفات أن لا تريد حرب بالساعات الماضية كان لفت خبر سحب كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني من سوريا حزب الله العراقي أوقف العمليات ضد القواعد الأمريكية يعني واضح أن هذا المحور ما بده تتوسع الأمور إلى حرب إقليمية نفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اللي تلقيت ضربة من الأحد الماضي ونحن اليوم الجمعة وهلأ قبل شويكة في معلومات أمريكية تتحدث عن رد يعني مجزأ على بعض يومين يعني واضح التردد الأمريكي وكأنه ولا أي طرف لا تردد ما في تردد لا تردد بس مش واضح أنه ما في ولا أي طرف بده حرب كبيرة حتى في تاريخ وحجم العملية والسحات تبعها سوريا ولا العراق ولا تضرب إيران أكتر تضرب إيران ما قلت إيران قلت أكتر هلأ نحن أبمن فتع السوديو الحرس الصوري عم بنشر صواريخ باليستية يعني طويلة المدى وكأنه ممكن فيه احتمال لتدخل خارج الحدود مثل ما صار وقت تدخل وقصف نقاط بتحت مسمى أوكار للتجسس الإسرائيلي والأمريكي مثل ما طلع بيان أو مواقع للإرهاب اللي هي داعش في سوريا هيدا بس ليعطي إشارة أنه إمكانية التصعيد وهيدي اللي حتى اللي أولى وأنا عم بحكيها قدام الرأي العام وهيدي منى أسرار قبل الاجتماع باريز للأجهزة المخابرات اللي عقد قبل عدة أيام كانت نسبة 98% احتمال نشوء حرب الكلمية انخفضت من بعد الاجتماع إلى 90% 92% عم بعطي وأنا مسؤولة عن أرقامي وهلأ لو في ناس يعني بيطلعوا بهاجموا ما بيأمني أنا أنا أرقام مسؤولة عنها نحن عم نتحدث اليوم بين 65% و 75% إمكانية نشوب حرب بعدها موجودة يعني حتى ينزل الخطر لازم ننزل للـ 55-50 نعم حتى يكون فيه إذا بديك تعطي فرصة للمفاوضات ليش عم بقول هايدي الفرصة بعدها عالية المبارح المجلس الحرب الإسرائيلي ما قدر وصل لتوافق صحيح اليوم ناتنياهو عم بيجرب يضغط المشكلة بناتنياهو أنه هو عنده صراع داخلي عنده مصالح شخصية لبل اليمين المتطرف أصبح أقوى منه نعم الشارع صار يعشق الحرب عشق الحرب بالوقت السابق كان يخاف من الحرب لا لا عشقنا كان يعشق أنه هذه الحرب أن تطول كان دائما يستخدم أسلوب الردع أو الحرب الخاطفة السريعة لبل اليوم صار موافق على إطالة هذه الحرب لتحت عنوان القضاء نهائيا على أي إمكانية لعودة حماس أن تكون في السلطة أو أن تشارك في السلطة دكتور واضحة جملة وهذا ينطبق على المقاومة في لبنان والمقاومة في العراق وأنصار الله في اليمن وربما في سوريا يعني الجانب الإسرائيلي يريد القضاء على كل المقاومات في المنطقة لأنه هو ينفذ بس هذه أجندي أمريكية لإعادة صياغة الشرق الأوسط وفقا لمصالح طاقة يعني نفط وغاز ممرات بحرية آمنة موانئ وإمدادات طاقة دكتور بدنا نقشك بهذه الفكرة هناك من يقول أنه ما فيه إمكانية للتصعيد الكبير بالمنطقة اللي عم تتحدث عنه لأنه فيه الأمريكي خلافاً للي عم بتقوله ما بيقدر يصعد وهو هلأ على أبواب انتخابات داخلية جو بايدن مأزوم على العكس يريد إنهاء كل هذا التخبط بالمنطقة للتفرغ للملفات الداخلية هجرة واتصاد وهذا ما يؤرق الشارع الأمريكي بشكل كبير وبالتالي هيدا اللي رح يأثر على إذا كيفية طموحات عند الجانب الإسرائيلي لتوسيع الحرب إنه هيدا اللي رح يكون ضابط الإيقاع لإله شوفي ستتوافق نحنا فيه عنا مهلة بين شباط يعني مدل نص شباط حتى نص أدار هادي فرصة إذا أي شي بيصير فيها لا تنعكس مباشرة لا على الساحة الداخلية الأمريكية ولا على توازنات المنطقة ها واحد اتنين إذا ما صار في حسم ممكن تتعقد آلية التطبيع مع دول الخليج وحتى مع دول عربية أخرى وبالتالي هيدا ما بيكون من مصلحة العدول الإسرائيلي ولا من مصلحة الأمريكية ثلاثة خلال هذا الصراع فيه أشياء إيجابية وفيه أشياء سلبية الأشياء الإيجابية أنه الولايات المتحدة أصبحت على حدودنا الجنوبية مش إسرائيل كيف يعني؟ إسرائيل هذا الكيان اللي نحن بنعرفه سقط سقط بـ 27 إجت الولايات المتحدة هي التي تدير العمليات نعم هلأ في جزء متطرف داخل هذا الكيان يلي هو بين غفير ووزير المالية وآخرين هيدول الجماعة يرفضون الانتداب الأمريكي على القرار السياسي الإسرائيلي هيدا واحد اتنين السلاح سلاح الجو وسلاح البر يلي هو الجيش العدو الإسرائيلي في جزء كبير منه لما نشوف غالنت وأزينكوت وغيرهم من ضباط تحت السيطرة الأمريكية إذن في جزء كبير من القرار الإسرائيلي اليوم بيد الولايات المتحدة ممتاز هيدا واحد اتنين هيدا مش كفيل بمنع الحرب؟ لا ما هوني حم نشوف نحنا كيفية لأنه المشروع مش إسرائيلي مشروع المنطقة هو أمريكي بنفس الوقت شفنا عودة بشكل يعني للمرة الأولى ألمانيا تعود إلى الشرق الأوسط من بوابة المفاوضات الهند واليابان أيضا بيعودوا من باب إقامة التوازن والمصالح الاقتصادية لحتى يوازنوا المصالح الصينية وبالتالي استكمال حصار روسيا والصين نعم طيب نحن اليوم بطلنا عم نحكي بغزة صلنا عم نحكي بصراع كبير وبتوازنات كبرى أمام هذه التوازنات وأمام هذا الخط زبدك البيانة يلي عم بيتصاعد وأمام أكتر من 150 هجوم نفذ على قواعد أمريكية بالمنطقة وأمام استمرار أنصار الله في اليمن باستهداف البوارج البريطانية والأمريكية والسفن التي وهذه كتير مهمة الكلمة مش حتى شعار التي تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية مش كل السفن أكيد واضحة الجنة بدأت تكون حتى كمينة فيه شيطان لهذا الاستهداف يعني عم نحكي به سياسة دولية لحتى يشيطنوا أنصار الله في اليمن طبعا هذه حرب بس حتى هذه اللحظة قوة المقاومة في المنطقة بغض النظر عن كل الكلام بالتكتيك يعني ميدانيا إذا بدك إيه فيه فائد من القوة الأمريكية الإسرائيلية بالمنطقة بس باستراتيجيا الربحان هي قوة المقاومة هلأ اللي بدأت تعمله إذا فيه فائد عفوا لو قطشتك دكتور إذا فيه فائد من القوة أمريكية إسرائيلية على أي أساس خفف أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله من يعني تهديد لبنان بالحرب ومعه حق بهذه النقطة أنه بغزة بضعة كيلومترات وبعده الإسرائيلي يتخبط بيخبرنا الجانب الإسرائيلي أنه سيطر على جزء معين بيطلع أنه هذا الكلام مش صحيح بينما يعني الجيش الإسرائيلي المنهك بغزة واللي ما قدر يخلص غزة واللي انسحب من شماله قدر يفتح هيك جبهات يعني عم تحكي مشان هيك حكينا عن موضوع بيسموه الإنهاك استراتيجي الجيش العدول الإسرائيلي منهك استراتيجيا يعني بالبعد استراتيجي أربعة أشهر من القتال كل الألوية الخاصة من شلدوك لقفعاني لقولاني كل هاي الوحدات إلى الوحدات الميظلية اللي شاركت بالإكرامات إلى الوحدات المرتزقة اللي كانت عم تقاتل بالصفوف الأمامية اللي إجت من عدة دول من أوروبا وغيرها هايدي القوات إذا بدك منهكة هلأ إعادة أحياءها بده شوية وقت كرمال هيك انسحبت وحدات الأحتياط عمل إعادة انتشار بشمال غزة بنفس الوقت إذا نجل نطلع بالخريطة ما بعرف يعني نحنا عم بحكي إذا اللي عم بسمعنا بيقدر يشوف أولاً بيتخيل منطقة جنوبيا اللي عم نحكي رفح صحيح وجزء من إذا بدك المنطقة الساحلية على المتوسط ما زالت خاضعة على سيطرة المقاومة اللي نعمل بتوغل من الوسط إلى منطقة خان يونس يعني هلال صغير فاتوا عليه منطقة الشمال انسحب مننا نعم انسحب طيب بالمقابل وهذه معلومات الفرقة 36 عملت انتشار على 10 كم من حدودنا الجنوبية عم نحكي فرقة لواء جولانيا يتم إعادة تشكيله يعطون استراحات خلال 10 تيام يعودون إلى العمل في وحدات أخرى من النخبة كمان الإسرائيلية هلأ عم ترتاح أو إعادة تشكيلات داخلية بعض الإصابات في عندهم مجموعة اسمها مجموعة متعددة المهام هذه بتقاتل مع كل الفرقة عم بعطيها المعلومة لحد تيلي نعرف ماذا يحضر جزء من المعركة ستكون جزء ارتفش الانتليجنس زكاء اصطناعي ستخوضه للمرة الأولى وحدات الإسرائيلية على حدودنا تتجهز يعني بعمليات نوعية مركبة إنزالات كماء وما إلى ذلك بالتزامن مع الصواريخ وانقدادات يعني هي مسيرات جزء كبير منه سيعتمد على التنصط وعلى المعلومات اللي مأخوضة من باعة أو عطينهم إياها إلى طرف تالت عطاهم إياها الجماعة معهم لدرجة بيقدروا يحددوا أكتر من 140 نقطة بالوجه أو بجسمنا معهم كل شي بصمة صوت حركتنا كل ما إلى ذلك لذلك المعركة القادمة ستكون المعركة الثانية التي تخوضها الكوات الإسرائيلية ربما ما تحضره على حدودنا الجنوبية بإطار الزكاة الاصطناعية الحرب الزكاة الاصطناعية دكتور يعني هون نحنا عم نحكي وهي محسومة بس هون نحنا عم نحكي عن ضربات نوعية ستوجه ما عم نحكي عن مشهد شبيه بحرب تموز 2006 اجتياح وقصف لكل المناطق حتى هذه اللحظة ما فيها الخطة وهون بنوصل للموضوع بس نحنا بصلبة يعني اللي عم تحكي عنه هذه الضربات النوعية ما نحنا بلش لها بلشها الجانب الإسرائيل صح بس ستتوسع هذه استراتيجية المعتمدة ستتوسع استراتيجية المتحركة يعني ممكن توصل للأولة ممكن تنفيذها بمناطق قريبة من بيروت ممكن يدخل البكاء على المرة الأولى بالاستهدفات لأنه اللي بيجي بيتطلع وهون اللي أحكيها للمرة الأولى أنا عم بيحكي على الهوة لما أحكيها يعني خالصة حتى ما يفكروا عن هذا صور مقابلها حيفا بنت جبال مقابلة صفط النبطية مقابلة ما بعد الخضيرة معادلة يدقوا بس لا تزال هذه المعادلات قائمة وهني أعلنوا آخر مرة كانت بمنطقة الشمال وهني بيعرفوا أنه الموضوع سيكون مش دفاع هجوم يعني في الصدمة الأولى ممكن احتوائها بس يكون هناك محور يعني محور بس اتحدث عن محور ممكن يصير فيه تقدم على بعض النقاط كرميل هيك وهون معلومة يخلوني ياخدوها نعرفها ما تمزحوا معنا محور النقورة اللبونة ما بقس يعني أنتم مفاكرين من هناك الفوت ما حدا بيقول من هناك طلعوا شوية طلوع يمكن ما حدا بيعرف بس أكيد نهارية تحت إيدان فرقة الردوان خلو هلأ أمتحك أسرار لا أعطيتهم معلومة خلويني ينتبهوا إذا هن نفاكرين ما منعرف منعرف بس مش من هناك ترجمة نانسي قنقر